بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلبة الطالبات الصف الخامس في قسم الكهرباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهار دا ان شاء الله هنعمل متابعة للباب التالت احنا انجزنا في بعض القوانين وانجزنا في التعريف الخاص بمحاكاة التخزية مفصلة وقلنا ان انا عندي في قوة دفعة ك conquerبية في عندي جهد في عندي طيار بيمرفع ملفات عضو الاستنتاج في عندي عزم وقلنا عليه اللي هو التي قلنا ان في عندي سوعة دوان اللي بحاكة اللي هي اب사 عليه او منها مصلها بحاكة الان وفي عندي سوعة تانية اللي هي سوعة حضو الاستنتاج وهي الو ام وهي بالAI دي على الاس. تمام? وتكلمنا ان انا عندي اه بعض القوانين او قوانين احنا قلناها خدنا عليها في الحصص اللي فات او الحلقات اللي فاتت خدنا عليها مسائل على اساس انت تفهم يعني ايه القانون ده واستنتج ازاي الكلام ده. لحد ما اوصل لمسائل اللي موجودة عندي المسائل المجمعة عشان اقدر اشتغل بها. تمام? فقلنا ان انا عندي كل حلقة باختمها مسلا واخدنا فيها مسألة هنرجع تاني لمسألة ونكمل بقيتها او نكمل المسألة اللي بعدية على اساس تتذكر معايا المسألة والقوانين مع بعض. فانا عندي الحلقة اللي فاتت ان انا اتكلمت على مسألة لمحرك طيار مستمر مفاصل التغزية. فانا قلت محرك طيار مستمر مفاصل التغزية. تمام? اه لملفات المجال اداني الجهد بتاعي اي الفي بتساوي امتين وعشرين فولت. برضو سياتك وانت قاعد معايا وبتبص على الشاشة معاك الم وباقة اكتب معطيات المسألة وبعد كده حلها معايا واحدة واحدة. لان انا لو اديتك معطيات المسألة وانت حلتها معايا واحدة واحدة هتفهم اي مسألة تيجي قدامك مش هتقدر مش تقف معاك هتبتدي تشتغل وتحل على قد ما تقدر. تمام? فقال لي انا محرك طيار مستمر زو تغزية مفاصلة لملفات المجال. جهد مقنن سبع في بتساوي متين وعشرين فولت. يا هيب انا عندي الجهد الا هو الفيه بيساوي امتين وعشرين فولت. وطيار او الطيار بتاع المقنن بيساوي تمانين امبير انا عندي الجهد بيساوي ابتين وعشرين وي الطيار الا هو اللهي اي بيساوي تمانين أمبير سوعة المقننة 800RBM أما يقول 800RBM يبقى إذن دي N إذن دي A N وليست WM تمام ومقاومة عضو الاستنتاج 12 من 100 أوم يبقى إذن المقاومة بتاعتي بتساوي 12 أوم 12 من 100 أوم أي ال-R-A اكتب معايا ال-V 220 فولت ال-I-A 80 أمبير ال-R-A 12 من 100 أوم إذا كان المحرك يكون بتشغيل حمل ميكانيك عزمه ثابت عند كل الصوعات يبقى إذن الحمل الميكانيكي عندي ثابت في كل الصوعات احسب سرعة المحرك إذن خفض جوده إلى 110 فولت إذن إداني في حالة في الحالة الأولية إن ال-V ويبقى أنا كده عندي 2-V V1 بـ 220 فولت وهو الجهد المقنن لهذا المحرك ثم إداني جهد الثاني 110 فولت بقول V2 لما الجهد عندي منخفض الجهد عندي منخفض إذن في أول حاجة عندي هنا هقول عند الحمل الكامل هقول إن أنا عندي القوة دفع القابية ال-E بتساوي ال-V واحد نقص ال-I R ال-I A واحد في ال-I طب أنا قلت ايه ايه واحد ليه إننا عندي V1 وهنقول ال-A واحد دي ال-I واحد دي جت ليه وقلنا عليها ايه واحد ليه هنقولها في بقية المسألة إيه بقوله في الحالة دي إن I A واحد طب هل القانون ده موجود آه قلنا إن عندي ال-V بتساوي E نقص زائد I R صح كده جماعة مش فاكرنا آه فاكرنا في القانون بتاعي رقم اتنين اللي خدناها قبل كده قلنا إن ال-V بتساوي ال-E نقص زائد I في R صح صح يبقى ازن أنا عملت ايه خدتي ال-E خرقتها بقى لا هيبقى كده إليه ال-V بالسالب لا هيبقى أنا عمل إيه هاخد I R واتراحها من V لأن I R بالموجب يبقى إزن اقول إني ال-E بتساوي V نقص I في R ال-V عندي قال بكام قال إني ال-V عندي بمتين وعشرين فولت وال-I بتمانين أمبير وال-R باتناشر من مية قوم يبقى إزن هقول ميتين وعشرين ناقص مضروب بال-I في R هيديني ال-ميتين وعشر في وابعة من عشر فولت يبقى أنا جبتي I واحد أي القوة دفع القربية الأولى استنتجتها من قانون اللي أنا خدته رقمت لين لو بيقول لي أن V بتساوي I زائد I في R فروح تاخد القانون وانطلعوا بقى يبقى ياخد I مجموحة مضروب I A ده كان بالموجب هخليها بالسالب واترحهم من V يبقى أنا جبت كده I واحد بمتين وعشرة وبعة من عشر فولت طيب قال لي هنا أنت قلتلي I A واحد ليه طيب أنا عندي كام فولت عندي اتنين او كام جود اتنين مية متين وعشرة ومية وعشرة يبقى أنا عندي كام جود اتنين مية وعشرة ومتين وعشرة متين وعشرة الجود مقنن ومية وعشرة عنده انخفاض الجود عندي في المحرك تمام ففي الحالة دي قال لي ايه قال لي هجيب I واحد I واحد بدي هاني بتمانين طيب I اتنين هجيبها ازاي هقول القانون التاني عشان يجيب القانون دفع القانون التانية هقول I اتنين بتساوي V اتنين نقص I R اتنين في R اللي عندي طب I اتنين هجيبها ازاي قال لي هجيبها سهلة من الصعبة قال لي ان حيث ان عزم الحمل الميكانيكي ثابت فان عزم محرك يكون ايضا ثابت بالتالي ان T سبتة T ايه ثابتة اما T بتبقى ثابتة يبقى اذا الطيار ثابت والمفرد ثابت تمام تاني يبقى اذا لما يجي يقول لي انا عاوز اجيب I اتنين طيب هو قال لي ان انا عندي بتشغيل الحمل الميكانيكي هم اكتوبة ايه بتشغيل حمل ميكانيكي عزم ثابت في كل السعاط او عند كل السعاط يبقى اذا قال لي دي كده حط اعطيها خط اذا ده سابت اذا السععة ثابتة تمام الحمل ثابت يبقى الاسم بتساوي K E في I E واحد بتساوي K ما انا عندي كده عزمين بقى مش في عندي طيائن وفي عندي جوهدين يبقى ازا عندي عزمين يبقى ازا العزم الاولاني بيساوي العزم التاني يعني I واحد بتساوي I اتنين يعني VII 1 بتساوي VI اتنين اذا V بتساوي V انا انا الفولت يساوي طياو عضو الاسنتاج في الحالة الاولى يبقى ازا في الحالة دية اي واحد بتساوي اي اتنين بتساوي تمامين ام بين تمام لاي عرفنا انا قلت في القانون الاول اي واحدほどش اي بس ليه يبقى اي اي واحد اللي هي بتساوي تمانين علشان انا هيحتاج اي اي ايه اتنين اما اجيب اي اي اتنين اما فيه اما الجهد انخفض في المية وعشرة فولت يبقى اذا في الحالة دي عند الحمل الكامي خلاص هجيب عند تغفيد الجهد المصدر الى مية وعشرة هجيب اي اتنين اذا اي اتنين بتسوي ايه مية وعشرة ناقص التمانين في الاتناشر من عشرة قوم بتسوي كام مية وبع من عشرة فولت يبقى لك عندي كام جهد اتنين واحدة بمتين وعشرة وبع من عشرة فولت والتانية مية وبع من عشرة فولت. اذا هجيب من المعادلة دي. هستنتج هقول له اني اي اتنين على اي واحد بتساوي كي اي على كي اي في دبي ام اتنين على دبي ام واحد يعني بتساوي دبي ام كي هيوح مع الكي هيتفضل دبي ام اتنين على دبي ام واحد هتساوي واحد اللي هو المية والمية وعبعة عشرة على المتين وعشرة وبعة من عشرة. في اي صعوبة الحدلاتي? لا مفيش. يبقى انا كده جبت اي واحد واتنين. اي واحد عند الحمل الكامل في المتين وعشين فولت. اي اتنين عند الخفاض الجود او انخفاض الحمل فانخفض الجود لمية وعشرة فولت. وفي الحالة ديت عندي المجال عندي سابت او الفولت سابت والطيار سابت فايزا الطيار بيساوي الطيار في العزمين. تمام? هنقوله بقى اي ان ال دبي ام اتنين بتساوي دبي ام واحد بتساوي تمانية وابعة من تمانية وابعين وين مية. يبقى ازا اتجيب الحاجة بتاعتي او هجيب الملف بتاعي. حيث ان الدبي بتساوي اتنين باي ان على ستين. يبقى ازا اتنين باي ان على ستين. ما هو انت ميديك الان ليه? عشان اقدر اجيب منها ال دبي ام. طب ال دبي ام كم? ال دبي ام هي ان اتنين باي ان على ستين. على ايه? ستين. يبقى ازا الان عندي موجودة. اللي هي موجودة عندي. تمام? اللي هي تمانية وربعة من عشر. ان واحد. هقول لك حيث ان السوعة باللفة الكل دقيقة. فان الان اتنين بتساوي تمانية وربعة تمانية وربعين من مية. ان واحد يعني بتساوي تلتمية وربعة وتمين او بي ام. وهي السوعة المطلوبة للمحارج. في اي صعوبة? لا. ما فيش اي صعوبة. ليه? ان انا انا جبت الدبي ام. موجودة بتساوي الدبي ام واحد يعني بيساوي الكلام ده. يعني هجيبهم وقسم على ستين وضعوا في اتنين باي. هيدوني انت تلتمية اربعة وتمانين ار بي ام. يبقى انا كده عندي كان السوعة الاولى تمانية ار بي ام. السوعة التانية موجودة عندي جبتها من الكلام ده. في اي صعوبة? لا. طيب هاجي بقى على حاجة تانية وهقول هي طرق التحكم في سرعة المحرك. ازاي اتحكم في سرعة المحرك? بالقوانين التالية. تتميز محركات الطيارة المستمرة بانه يمكن التحكم في سرعتها وتغييرها على مدى كبير. وبالتالي فهي مناسبة لاستخدام في عديد من التطبيقات التي تتطلب في تغيير في سرعتها. يبقى انا اما اجيب اجيب محرك طيار مستمر ببتدي سرعة بتحكم في سرعته ازاي? قال لي تتميز محركات الطيار المستمر بانه يمكن التحكم في سرعتها. يبقى انا بتحكم في سرعتها. يبقى انا دي مميزات. يبقى ازا اما اجيب اقول لك في سرعة وغلط? هل يتم اقول يتم استخدام محركات الطيار المستمر في التحكم في السرعة? تقول له صح. ليه? لان انا اقدر اتحكم في سرعتها وتغييرها على مدى كبير. يعني المحركات الطيار المستمر اقدر اتحكم فيها في سرعتها بمدى كبير زي ما انا عاوز. وبالتالي فهي مناسبة لاستخدام في عديد من التطبيقات. وصحة المحرك الطيار المستمر ترتبط بالمتغيرات الاخرى للمحركات بالعلاقة الآتين. ازاي? عندي الWM بتساوي الV ناقص الI في الR. تمام? يبقى الV ناقص الI في الR على KE في الفي. قلنا ان الفي هي الفي الناتج من كل قد من اقترب المحرك. والV هو الجهد. على اطراف عضو الاستنتاج. يبقى ازا انا هستنتج من تحكم في سرعة او تحكم في سرعة المحرك ان انا هجيب سرعة المحرك الWM هجيبها ازاي? اللي هجيبها هقول ان الV بتساوي الWM بتساوي الV ناقص الI A في الR A على الKE في الفي. وهستنتج معادل رقم اربعتاشر. هنا هقول له والدرس والمعرك ان الو درس والمعركة على وهو الجهد. وبالتالي فانه لتغيير سرعة محرك الطريقة المستمع يمكن استخدام تلات طرق رئيسية وهي حلو يبقى انا من القانون اللي قلته قلت ال WM بتساوي ال V رئيس ال I في ال A ال I في ال R على ال K E في ال FI هستنتج تلات حاجات رئيسية اقدر غير او اقدر تحكم فيهم في سرعة المحرك قال لي اول حاجة وضع مقاومة في دائرة عضو الاستنتاج اي تغيير مقاومة عضو الاستنتاج اللي هي ال R A مش هنقوم بتاع فيه R A اه يبقى اول حاجة عندي اقدر اغير سرعة محرك طيار المستمر عن طريق تلات حاجات اول حاجة مقاومة تاني حاجة مجال المغناطيسي او الفضل المغناطيسي تالت حاجة الجهد يبقى تلات حاجات اه مهدب يومي بتساوي ايه سرعة محرك بتساوي ايه ال V نقص ال R في ال R على K E في فا اول حاجة وضع مقاومة في دائرة عضو الاستنتاج اي تغيير مقاومة دائرة عضو الاستنتاج واحد اتنين تغيير قيمة الفضل المغناطيسي الاول فاي تلاتة تغيير جهد المطبق على اطراف عضو الاستنتاج الاول V عن طريق تغيير جهد مصدر المحرك وكده نقدر نشرح حاجتين منهم بس يعني قال لي هنا سوف نكتفي شرعة اتنين فقر يبقى انا اما اجيلك في سؤال برضو واقول لك كيف يتم التغيير سرعة او التحكم في تغيير سرعة محرك طيام مستمرة هتقول لي يوجد تلات حاجات ايه هما واحد وضع مقاومة في دائرة عضو الاستنتاج اتنين تغيير قيمة الفيض المغناطيسي تلاتة تغيير الجهد المطبقة على اطراف عضو الاستنتاج حلو هنبتد نشرح حاجتين من التلات حاجات دول اول حاجة تغيير السرعة عن طريق تغيير مقاومة عضو الاستنتاج يبقى انا عندي تلاتة مقاومة فيض جهد تاني عندي تلاتة عشان اقدر اغيير وهو مقاومة فيض جهد حلو اقدر اغيير الحاجات دي اه اغيير ازاي قال لي ان انا هتكلم اول حاجة عن التغيير عشان لما اجي قولك مع شرح اتنين مع شرح ايه اتنين لما يجي يقول لي انا عاوز اغيير سرعة او كيف يمكن تغيير سرعة محركات الطيار المستمرة هقول له يتم مع شرح شرح اثنين منه هقول له عن طريق واحد وضع مقاومة في دائرة عضو الاستنتاج اتنين تغيير قيمة الفيض المغناطيسي تلاتة تغيير الجهد المطبق على اطراف عضو الاستنتاج اشرح هقول له موجود الشرح موجود هقول له اول حاجة تغيير اشرح تغيير السرعة عن طريق تغيير مقاومة عضو الاستنتاج اللي هي الشكل هنشوفه دلوقتي بيقول لك يوضح الشكل التالي دائرة المحاركة المناصرة لهذه الطريقة للتغيير بالتوالي على مع عضو السرعة اللي هو الارشي حيث يتم وضع مقاومة متغيرة الاستنتاج والتي عن طريق تغيير قيمتها تغيير قيمتها يتم تغيير سرعة المحارك اول حاجة في دائرة هبتدي اوسط مقاومة بالتوالي مع عضو الاستنتاج تمام ومقاومة دي مقاومة متغيرة على اساس تغير قيمة سرعة المحاركة تمام طب نشوف الكلام ده ايه وبدون وجود اجي اللي هي مقاومة في دائرة عضو السرعة فان طيير عضو الاستنتاج يكون كالتالي اللي هو ايه معادلة رقم خمس الاي بتساوي الفي ناقص كي في الفاي في الو ام واحد على ار اي تمام تاني يبقى ازا بدون المقاومة اللي هي الار جي تمام في دائرة ناقص عضو الاستنتاج يكون في الحدي اللي هو عضو السنتاج واحد الطيير اي اي واحد بتساوي الفي ناقص في الفاي في الو م واحد على عر اي لو بصينا للشكل بتاعي ادي المحارك بتاعي اي اي قوة دفع بتاعتي ادي عندي عضو السنتاج موصل الر جي وهي مقاومة. ودي الفالت بتاعي فيه الموجهب والسالي موجود قدامي. الفالت او الجهد اللي داخل مع السهم على المقاومة. ومن المقاومة هبص لاقي فيه المقاومة سهم. السهم ده بيقوللي ان دي مقاومة متغيرة. لما دي مقاومة ايه? متغيرة. اللي هي الاجي. لو ا ايه? يبقى مقاومة عادية فقط. مفيش عليها السهم ده. اما لو ايجي وعليها السهم ده يبقى ايزا اعفي دي مقاومة متغيرة. ليه? لان احنا قلنا مقاومة متغيرة بتعمل عمية تغيير الصوعة للمحرك. ممكن خليها على واحد ثم اتنين تلاتة اربعة عشرة حسب الصوعة اللي انا محتاجها في الشغل بتاعي لهذا المحرك. فهتحكم في صوحته بالمقاومة دي اللي هي الارجي. تمام? تمام. يبقى انا لو بصيت مع بعض على الشكل بتاعي هقول عندي مقاومة الارجي وعندي الاي. الاري اي وهي الطائرة المار في ملفات عضو الاستنتاج. عندي هنا لو بصيت في في اف وفي ار اف وفي ار اف في اي اف. حلو ار اف دي وهي مقاومة تغيير برضو. اهي. هنا ار اف بس مقاومة عادية. اللي هي مقاومة العادية بتاعتي. تمام? الفي اف للمجاة. يبقى ازا هنا ده جر وطيار ومقاومة لعضو الدائر. للعضو ايه? الدائر عندي. تمام? تمام? ماشي. بعد كده اقول لنا ايه? بفرض ان الحمل الميكانيكي الذي يقوم بالمحارج باداراته له عزم ثابت. يبقى انا لو فرض ان الحمل عندي الميكانيكي ده اللي هو بيقوم به المحارج باداراته عزم ثابت. والفرض اللي موجود او حيث انا الفرض مخلص المحارج برضو ثابت. يبقى نتيجة الطيار ثابت الطيار المجال فان في الحال دي زي ما قلنا قبل كده تي واحد بتسوي تي اتنين. تمام? يبقى ازا عندي لو انا فرضت في المعادلات بتاعتي وقلت عندي في المعادلات اني عندي حمل ميكانيكي ازا الحمل ميكانيكي ده ثابت. زي ما اخدنا في المثال قلنا ان في المثال اللي فات قلنا الحمل بتاعي الميكانيكي ثابت في كل السوعات. صح كده? صح. فازا المحارج بتاعي ثابت في كل السوعات يبقى ازا الحمل بتاعي ثابت يبقى ازا الفرض المخلصي ثابت يبقى ازا الطيار ثابت يبقى ازا العزم بتاعي ثابت يبقى تي واحد بتسوي T2 T1 بتسوي K E في 5 I A1 يعني T2 بتسوي K E في 5 I A2 اذا T1 بتسوي T2 في السبات اي ان الطيار او طيار عضو الاسنتاج في الحالة الثانية بعد ادخال مقام AG في دقيقة عضو الاسنتاج يكون مسويا للطيار قبل ادخال مقام AG اي بزان I A1 بتسوي I A2 زي بالزبط اما قلنا قبل كده اني عندي الجهد اللي داخل في المحرك بيسوي 220 فولت هل الجهد اللي داخل في المحرك 220 فولت اللي هو داخل جوه العضو الاسنتاج 220 فولت طيب والعضو وبرضو الجهد اللي داخل في ملفات الملفات الانتاج او ملفات المنتج بتاعتي هي بتساوي برضو 220 فولت اذا ال V بتساوي ال V F نفس الكلام هنا قال لي ان انا عندي الحملة الميكانيكي عندي سابت في كل السعاط في كل ايه السعاط اذا المحرك ده ادم سابت يبقى اذا الحملة عندي سابت اذا الطيار والفيض سابتين الطيار والفيض ايه سابتين اذا في الحالة دي العزم من واحد العزم بتاعي بيساوي يعني اللوة T واحد بيساوي K E في FI في I A واحد وتي اتنين نفس الكلام K E في FI في I اتنين في I اتنين موجود معي اذا لما حطيت المقاومة في عضو الاسنتاج ليه مقاومة غيبة بتاعتي حطيتها في عضو الاسنتاج تمام يبقى اذا الاجي تمام هي بتساوي الطيار اللي داخل المقاومة الاجي العادية يعني زي ما كان اي ان الطيار عضو الاسنتاج في الحالة السانية بعد ادخال المقاومة هو 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 عضو هو هو الطيار اللي داخل في عضو الاسنتاج قبل بتحط المقاومة ايه بقى اذا في الحالة السانتكت ايه ان I A واحد بيساوي I A اتنين بالتالي اقدر من معادلة خمستاشر وستاشر اقدر اقول ان N اتنين على N واحد بيساوي W اتنين W M اتنين على W M واحد بيساوي E A اتنين على E واحد يعني بيساوي V في I A واحد تمام وهنفتح قوس وهنقول R A زائد R G على V ناقص I A واحد في R A ونسميها معادلة رقم 18 اي انه سوعة المحرك اللي هي W M اتنين بعد ادخل من عندي كده سوعتين سوعة قبل اللي هي السوعة الواحد اللي هي قبل ادخال المحرك اللي هي المقاومة وفي سوعة بعد ما ادخلت المحرك المقاومة صح؟ تمام؟ 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 يبقى اذا اي انه سوعة المحرك ال W M اتنين بعد ادخل المقاومة ال R G في دائرة قضو الاستنتاج تكون اقل من سوعة W M واحد قبل ادخال المقاومة تمام؟ يبقى نقول هنا تاني تاني كلمتين دول لازم نفهمه قل لي ان انا عندي في الحالة دي استنتاجت سوعة ايه زي ما استنتاجت V و V اللي هو جهدين برضو استنتاجت طيارين بيساوي بعض ادام الجهد سابت ادام المجال سابت يبقى اذا الطيار سابت يبقى اذا الفي سابتة او يفضل مقاومة سابت فاستنتاجت V واحد و V F ونفس الكلام باستنتاج بقولي ان I A واحد بتساوي I اتنين نفس الكلام بس تنتاج W M اي السوعة فقلت ان السوعة المحركة W M تمام بعد ادخال المقاومة R G في عضو الستك تكون اقل من سوعة W M قبل ادخال المقاومة يبقى اذا عندي المقاومة بتاعتي اما دخلتها على السوعة السوعة دخلتها على المحرك السوعة بتاعتي في التانية بقت اقل من السوعة الاولية قبل ادخال المقاومة قبل ادخال المقاومة هاخد شكل وهشوف الكلام ده الشكل بيقول فيه بمنحنيات العزم مع الصوعة تمام عند قيم مختلفة لمقاومة او جي ويتضح من هذا الشكل انه عند اي قيمة اي قيمة العزم فانه كلما زادت قيمة المقاومة تقل صوعة حلو يبقى بادو نستنتج من الكلام اللي احنا بنقوله اننا اما دخل مقاومة متغيرة عشان ازود او عشان اقلل او عشان اتحكم في الصوعة فقال لي ايه قال لي بيتضح ان احنا ان قيمة العزم فانه كلما زادت قيمة المقاومة الاجي تقل صوعة المحرك يبقى اذا المقاومة اما بتزيد قيمتها بتقلل من صوعة ايه المحرك لما تقلل من قيمتها يبقى ازل صوعة المحرك بتزيد يبقى انا عندي برضو علاقة عكسية بين الصوعة وبين المقامة المتغيرة الاجي اللي سبتتها على المحرك بتاعش هتحكم في صوعته تمام تمام نقول تاني اه يبقى انا عندي هنا استنتجت بمعادلة ستاشر ومعادلة خمستاشر استنتجت قانون تاني او معادلة تانية اخيها ان الان اتنين على ان واحد بتسوي ده بيو ام اتنين على ده بيو ام واحد بتسوي ايه على ايه واحد طب انا عندي الانو بتسوي ايه عند ان اي اتنين بتسوي v ناقص اي اي واحد ونفتح قوس ار اي زاد ار جي على اي واحد وهي اي واحد بتسوي ايه ناقص اي اي واحد في ار قانون ده خدناه متايل لو انا بصيت للشغل بتاعي او سيئة لو انت بتكتب هوا يا كل الكلام ان انا قلت لحد دلوقتي واحدة واحدة كده هتلاقي ان احنا رجعنا في القانون الاخير ده او في المعادلة الاخيرة دي ورجعنا على المعادلة التانية اللي احنا اخدناها اللي هو قام اتنين اللي هي برضو اي واي اتنين على اي واحد حيث ان اي اتنين بتسوي ايه في ناقص اي اي واحد في نفتح قوس او واحد ايه زياد او جي للي هي المقاومتين تمام على اي واحد اللي هي المقاومت ايه اللي هي المعادلة وقام اتنين اللي احنا اخدناها في الاول خالص اللي هي في ناقص اي اي واحد على او واحد وقلنا ان انا كل من بزود كيمة المكاومة بقلن السوعة دي برضو ناخدها في صحه وغلط وناخدها في اكمل وناخدها في الاختيارات اننا عندي بقول ان years عند اي قيمة العزم فان كلما زادت قيمة المقاومة الاجي تقل سوعة المحرك في اي صعوبة لا حد الان كل اللي انا بقوله مرتبط مع بعضه من ساعة ما بدأت في الباب التالت لحد الوقتي انا شايف ان انا كل عاجة مرتبطة مع بعض كل القوانين بتؤدي الى في الاخر حاجة واحدة ان انا بشتغل عليها في الاخر تمام تغيير تاني حاجة تغيير السوعة بتغيير جهد وعضو الاسنتاج نبقى احنا قلنا اول حاجة ان انا غيرت السوعة تمام بالمقاومة هغير بقى بالجهد مش انا قلت مقاومة وقلت فيض وقلت جهد مش انا غير السوعة بتحكم في تلاتة تمام ايه هما التلاتة قلنا مقاومة الارجي قلنا فيد الفاي قلنا جود وهو الفي اذا في الحالة دي انا عندي تلات حاجات شرحت الاولى وقلت معادلتها اللي هي الارجي اي المقاومة هشرح التانية اللي هي رقم تلاتة عندي تغيير السوعة او تغيير سوعة المحارج بتغيير جهد عضو عضو لسنتاج حلو حلو هقول ان الو ام عندي بتساوي الفي ناقص اي اف او اي على كي اي في الفات طب لو بصت كده الفكرني بقى معايا كده الفي ناقص اي اف او اي كانت قانون مين ال اي واحد صح كده صح ازا ان ال اي واحد زي ما قول بتساوي الفي ناقص اي اي اف اي اي ازا لو جالي في المسألة وقال لي اوجد السوعة للمحارج كذا تمام حيث نرفض كذا والقوة دفع الكرابية بتاعته كذا اي ما ممكن اقول له نفس القانون ده اللي هو هقول له ان ال دابيو ام بتساوي اي على كي في الفات الصعبة لان انا عندي بيقول لي انا الفي في الاي اي الفي ناقص اي اي في الاي هي قانون اي اللي عندي لو قانون واقم اتنين في الاول خالص تمام تمام عندي نفس الكلام الكي اي في الفاي هتبقى موجودة عندي بعضو في القانون بتاعي ما كنت بقول ان ال اي بتساوي ايه كي في الفاي في الاي اي واحد تمام تمام من المعادلة ديت يتضح انه مع سبات قيمة الفيض اللي هو الفاي في محركات طيام مستمرة فان سوعته تتناسب تقريبيا مع الجهد تتناسب تقريبيا مع الجهد على اطراف عضو السنتاج لو الفي تناسبا طوضيا وبالتالي الفيض الجهد الجهد بيزيد الفريد بيقل او العكس ده ترضي بالتالي فبالتالي في الحالة تقدر ايه اغير قيمة سوعة المحرك من قيمة الجهد اللي عندي تمام تمام عندي فيه طريقة تانية اسمها طريقة وود لونارد وود لونارد تمام دي طريقة عشان اغير الجهد بيها على اطراف عضو السنتاج يبقى وود لونارد سيستيم اي طريقة ان انا اقدر اشتغل بيها اللي هي احد الطرق لتغيير الجهد على اطراف عضو الاستنتاج لمحرك طريقة مستماز هو تغذية منفصلة وبالتالي لتغيير سوعته هي استخدام نظام وود لونارد الموضح في الشكل هنخش على عليه كده ونشوف الشكل بتاعي هبص كده عندي الشكل عندي الام هو محرك الشكل انه عندي الشكل اهو تمام والشكل ده بوصفه بالكلام عشان تفهمه معايا قال لي اول حاجة عندي الام هو محرك طيار مستمر زود تغزية ملفات ملفات المجاكل اهو 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 ادي المحرك ام الام هو محرك طيار مستمر منفصل التغزية لملفات المجاكل حلو والمطلوب هو التحكم في سرعة جي تحكم في سرعة ايه جي وهو مولد طيار مستمر زود تغزية منفصل لملفات المجاكل يبقى انا بيقول ان انا هبتدي النظرية بتاعته هتيجي بتقول او بتاعه ان انا هجيب محرك طيار مستمر زود تغزية منفصل وهجيب مولد وابتدأ بطل اتنين مع بعض تمام كده على اساس مولد هيولد لطاقة حلو هقول له اينا اهو قال لي اول حاجة ان الام هو محرك الطيار مستمر والجي هو مولد طيار برضي مستمر تمام والذي يقوم باداراته محرك طيار متعدد كما هو موضح بالشكل تمام ادي محرك طيار مستمر وادي المولد وادي الاسي درايفنج موتور اي محرك طيار متعدد تمام يبقى انا عندي محرك اهو طيار متعدد حلو وعندي هنا مولد طيار مستمر حلو المولد ده هيعمل ايه هيولد لي طاقة كهربية مستمر طاقة كهربية ايه مستمر عن طريقة اشغل المحرك ده معايا كده تمام احنا عافين ان المولد عبار عن الى كهربية بتحول من الطاقة الحركية الى طاقة كهربية احنا باب عمور دوان واحد مع بعض بجيب عمور دوان ده وعمور دوان دوان وابطهم مع بعض اما بابطهم مع بعض بيبتدي المحرك الف اللي هو الطيار المتعدد ويبتدي يخل المولد يشتغل يولد الطيار مستمر حلو يبقى ازا قال الام هو محرك زود اخزي منفصل والج هو المولد طب مين اللي هيولد هو مين هيخل الطيار المستمر يوصل للمحرك ده شايم محرك يشتغل قال ان انا هوصل معاهم محرك طيار متغير مع المولد هيبتدي المحرك المتغير يلف او يدور يبتدي بعد اما يدور يبتدي يشغل المولد المولد يولدلي طاقة كهربية مستمرة الى يتوصل الى المحرك ويبتدي المحرك المستمر يشتغل تمام كما هو موضح في الشكل ويمكن ايضا استخدام محرك طيار مستمر لإدارة المولد يعني ممكن بدلا ما اجيب محرك تاني محرك ده يبتدي هو يستخدم في ادارة المولد جي ولبدأ حركة المحرك ام فانه يتم تخزيط دائرة ملفات المجال الخاصة بيه اولا ويتم ضبط الجود الخارج من المولد جي فحيس تصبح قيمته صغيرة وذلك عن طريق تخفيض الطيار المر في ملفات مجال المولد تمام في غاد اه قال للغاد من جعل الجود المغز المحرك ام صغير في البداية هو الحد من طيار بتأحرك الى قيمة امنة ويجب معاط الا يقول طيار المحرك ام عند بتأحرك عن القيمة التي ينتج منها قيمة ملائمة للعزم لتحقيق المحرك والحمل الميكانيك المركب عليه تمام وبتغيير قيمة طيار ملفات المجال المولد جي فان قيمة الجود الناتج منه والذي يغز عضو الاستنتاج للمحرك ام تتغير وبالتالي تتغير سرعة المحرك وبالتالي فانه في هذه الطريقة يمكن تغير سرعة المحرك ام عن طريق طيار ملفات المجال لمولد جي فقط الكلام ده اللي انا فيه عندي نظرية او طريقة او سيستم هامش عليه اسم وارد ليونارد الراجل ده او الطريقة دي عباعا هجي محرك طيار متعدد اوصله مع مولد المولد ده عباعا ايه قال المولد ده هو اللي بيولد لي طاقة كرابية او طيار مستمر حلو الطيار المستمر ده بييجي او برضو من المولد اوصله الى المحرك في اي صعوبة ما فيش تمام عشان يبدأ الحركة بتاعتي يبقى ايزا عشان محرك بتاعي يبدأ الحركة ام بتم في الحادي بغزي ملفات المجال بتاعته الاول من الجهد الخارج من مولد تمام يبقى انا عندي المولد في جهد الخارج منه الجهد اللي خارج منه بيغزي من الام اي المطور او المحرك اللي انا عاوز اشغاله تمام وعندي الجهد اللي خارج من المولد ده بيكون كنته صغيرة فبيعمل عملية تخفيض للطيار في مجال ايه في ملفات المجال المتولدة والغرض منه هذا الموضوع ان هو بيعمل عملية ان بيخلي المطور يتغذى بالجهد الصغيرة عشان يحمل او يحد من الطيار البدء اللي داخل للمحرك بتاعي مش انا عندي المحرك بتاعي لازم احد من الطيار البدء بتاعه عشان ما يتحوش او يتعمل في تلف قال لي اه ففي الحالة دي بيعمل ايه قال لي في الحالة دي انا ناتج عن المولد وداخل على المحرك بيعمل عملية ايه بيبقى جهد منخفض مش جهد عالي ففي الحالة دي بيحدم الطيار اللي داخل للمحرك فيبتدي المحرك يلف معايا ويشتغل فيها اي صعوبة ما فياش اي صعوبة هي دي النظرية او الطريقة اللي انا بشتغل عليها او بغزي او بغزي المحرك بتاعي وبتحكم في سرعته ازاي تمام ماشي يبقى ازا بتحكم في سرعته ازاي ازا انا قلت عندي بتحكم في سرعته ان انا بدخل على المولد بتاعة محرك طيار محرك طيار المتقدد يلف فبينتج جهد خفيف او جهد قليل ففي الحالة دي بييجي الجهد دوت بيخفف السرعة بتاعتي او بيخفف طيار البيت اللي داخل المحرك فبتدي نخلص جزء كبير بالباب التالت وطريقة عرفناها وبعض مسائل عرفناها وقوانين وعرفنا ان كل القوانين في الاخر بتبقى مربوطة او مرتبطة مع بعض وبستنتج منها قانون واحد اقدر اشتغل فيه او اشتغل به واطلع الناتج بتاعي وان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية معاكم سيد سيدة بسرعة